سلام لبنات كديرين نبس عليكم أمركم زيانة صحيح تكم لا بس تمنى تكونوا كاملين باخير على خير وتكونوا في أحسن الأحوال اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جبت لكم تفوسيخة ديال الميلود بساف ديال البنات قالوا لي رابعة كترتي لنا من الوصفة ديال الجلب بغينا حتى التفوسيخة وانا هادي هي التفوسيخة المفضلة عندي بالنسبة للميلود وقلت علش الله ما تقسمهاش معاكم زوينا البنات اللي بغوا يتزوجوا اللي بغوا الخدمة اللي بغوا القوبول تتحيد عليك كل شيء القديم وجديد وتتخلي أمورك كلها ميسرة لطول السنة المكونات ديالها سهلة غادي نتلقطوها لبنات وتوجدوها لتساع باش نهار العيد ديال الميلود عتبداوا تطبقوا الوصفة ديالكم ولتفوسيخة ديالكم الوصفة السهلة تبعوا معايا لبنات الفيديو من الأول حتى الأخير وتعاونوا معنا باللايكات وتعاونوا معنا بالبارتاج اللي يجازيكم باخير فضلا وليس أمرا وتحية لكم كاملين فين ما كنتوا تحية لبناتلي في المغرب لبناتلي في الخارج لبناتلي في الضوال العربية وفي الخاليج كاملين أخواتاتي تنبغيكم وتنحمق عليكم الرقم ديالي ديال واتساب هو اللي عيتلع قدامكم في الفيديو وبلما نطول عليكم حبيباتي شنو أول حاجة تنديروا في هاد تفوسيخة أول حاجة تنديروا هالبنات في هاد تفوسيخة النهار ديالعيد الميلود في الصباح ديالعيد شنو كتاخدوا البنات؟ كتاخدوا قريعة ديال مزهر وسكر قريعة تلما الزهر وسكر وتخلطوا دك السكر بالمزهر أول حاجة ترشوا الملابس ديالكم وكترشوا العتبة ديالكم ترشوا العتبة وترشوا الملابس ديالكم وتدعيوا انتوما كترشوا انتوما كتدعيوا بدك شي اللي بغيتوا تلبربي يسهل عليكم ويفك خبالكم من البنات اللي بغوا تزوجوا اتلبربي الزواج والبنات اللي بغوا خديمة اتلبربي خديمة وأي حاجة ولا الرزق ولا اي حاجة بغيتوها انتوما كترشوا على ملابس ديالكم وعلى العتبة مزهر وسكر انتوما كتدعيوا بدك شي اللي في قلبكم كتدعيوا من قلبكم هادي اول حالة تاني حاجة تديروها البنات هي المواد اللي غادين تجيبوها هاد المواد اللي عنتقر لكم كاملين هم اللي عتوجدوهم قبل الميلود باش النهار الميلود يكونوا عندكم وهما اللي غادين تخدمو بيهم اول حاجة تجيبوها البنات هي اوراق سيدر اوراق سيدنا موسى ولا اوراق الغار ولا اوراق الرند كل واحد شنو تيسميها يعني اوراق سيدنا موسى اتجيبو العرعار اتجيبو اوراق الحنة اوراق الزيتون قرفة عواد والشهدة ديال العسر هادو هما المواد كاملين اللي عنحتاجوهم في هاتفو صيخة هادية البنات اوراق السيدر اوراق سيدنا موسى العرعار اوراق الحنة اوراق الزيتون القرفة عواد الشهدة ديال العسل هادو هما المواد كاملين اللي بنات نفهم عليا غادين تجيبو هاد المواد هادو كاملين وغادين كل نهار ابتداءا من نهار العيد ديال الميلود عتبدو كل نهار تديرو شوية 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 من كل حاجة وتتبخروا بيها حتى الشهدة العسل للبنات غادين كل نهار تقطعوا منها طريف غير شهدة واحدة كل نهار تقطعوا منها طريف بالنسبة للشهدة اما عتلقاوها عند العشاب اما عتلقاوها عند الناس اللي تبيعوا العسل والمشتقات دياله تبيعوا العسل وحبوب اللقاح وذك شي عتلقاوها عندهم الشهدة رخيصة غاد تاخدوا وحيدة وعتبدو كل نهار تقطعوا منها طريف حتى التفوسيخة هادي تنديروها سبع ايام ابتداءا من نهار العيد وحنا تنحسبو يعني السبع ايام ديال الميلود كلها تنتفوسه فيها هاد السبع ايام ديالبنات عظيمة بزيف 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 لف تفوسيخة ولف الخدمة لان الميلود كيت تعتبر سبع ايام من نهار الاول تل نهار زيارة ديال بسيدي علي يعني سبعات الايام مفهومة لبنات كل نهار عتاخدوا شوية من وراق الصيدر شوية من العرعار شوية من الحنة هاد المواد اللي ذكرت ليكم كل حاجة شوية شوية وتديروا واحد فوسيخة تشعلوا المجمر وتديروا واحد فوسيخة تكون غزالة تكون معجعجة وتفوسخوا من راسكم حدا رجليكم من الاحسن تكونوا لابسين شي بيجا ما واسعة وتكونوا عريانين وتبخروا وتخليوا دك الدخان يطلع معاكم مزيان كل نهار تديروا نفس طريقة كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار اليومة نهار العيد بخرتوا في الصباح لغد ليه تاني عيد في العشية لغد ليه في الصباح ولا في الليل مكيش مشكي المهم انها تكون كل نهار ساعة كل الوقت متيهمش وبالنسبة الاربع ماشي مشكي لحته هو لحقاش عنكونوا بدينا تفوسيخة ديال العيد نهار العيد مكيهمناش نصادفوا الاربع حتى هو عن تبخروا فيه الفوما البنات يعني تتازموا بيها يوميا كل نهار وخا تخالفوا الوقت تنتمنى تكونوا فهمتوا عليا هاد الطريقة هادي طهارة ضروري تكونوا لا طهارة عادة تديروا هاتفوسيخة هادي هاتفوسيخة البنات كتبغي النقا وكتبغي الطهارة النهار السابع البنات اللي عانكملوا فيه تفوسيخة ديالنا يعني كل نهار عانتبخروا ديروا مجيمر ديالنا ونتبخروا كل نهار النهار السابع شنو عانديرو عتشريو تمره البنات النوع جيد ديال التمر نوع زوين ديال التمر وعتصدقوا تمر على حسب العدد ديال السنين ديالكم اللي في عمرها 30 عام حتصدق 30 تمره في عمرك 26 تمره في عمرك 40 تمره في عمرك 50 شحلمة في عمركم شحلمة تصدقوا من تمره نفهم عليا البنات وتمر كيف قلت لكم يكون ممتاز ماشي دك تمر الرخيص هادي بش تكملوا الوصفة ديالكم داروري الرشان تلعتبه النهار اللول بالمزهر وسكار وترشو ملابس ديالكم وتدعيو وتديرو البخور مدة ديال سبع ايام من ابتداء من نهار العيد نهار اللي غترشو فيه العتبه اعتبداو فيه تفوسيخة دقزوا سبع ايام وصدقوا اللي قسم الله من تمر على حسب السنين العدد ديال التمرات على حسب العدد ديال السنين ديالكم وهدي تفوسيخة ديال اليوم والله العظيم غزالة 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 هتشوفي مباشرة من بعد ايام ديال العيد هتشوفي وحد تيصير في الامر اللي درتي عليها تفوسيخة هادي سوى الزواج سوى الخدمة سوى القبول اي حاجة وللرزق اي حاجة درتي عليها النية ديال كفا تفوسيخة غتشوفيها كتحقق قدام عينيك وبكل سهولة شرط انكم تفوسخوا بالنية ديالكم وبالياقين من قلبكم وهاد شي اللي كان في هادي الفيديو شكرا لكم بزاف زاف زاف تنشكر لبناتك كاملين اللي متبعيني وتانا تنحمق عليكم كاملين وبوس عليكم كاملين انتلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله السلام عليكم